مرحبا وأهلا وسهلا فيكم سلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا تحضير الاختبار الجنسية الكندية من كتاب الجنسية الكندية سريعا جدا شكرا لكم اليوم بدنا نكمل بالحلقة العشرة تبعت اختبار الجنسية الكندية هنتكلم عن مودرن كندا صفحة 24 اذا معكم الكتاب كونوا معنا عشان نقدر نحكي عن الصفحة 24 عالش عدوني هاي الصفحة 24 مودرن كندا طبعا بعد الحرب العالمية الثانية كندا دخلت ضمن WTO او الورد تريد اورجانزاشن في 47 اكتشفوا النفط في البرتا وصارت البرتا عاصمة النفط في كندا وطبعا صار في تحسن في الوضع الاقتصادي في كندا وصارت كندا وامريكا في تعلاقات اقتصادية ممتازة بينهم ولحد الآن امريكا بالنسبة لكندا تعتبر اكبر شريك اقتصادي في التجارة ودخلت كندا طبعا باكبر سبع اقتصادات عالمية الكنديين بيفتخروا باشياء مهمة في كندا حنحكي عنها هلأ واحد واحد اول شغلة اللي هي social assistant او المساعدة اللي بسموها welfare بعض الناس هذه المساعدة للناس اللي ما بقدروا يحصلوا على عمل او ما عندهم عمل الشغلة الثانية اللي هو canadian health act اللي هو الصحة المجانية للجميع هذه بيفتخروا فيها خاصة لما يقارنوا حننا بامريكا الشغلة الثالثة ال unemployment insurance او هلأ اسمها ei employment insurance اللي هو الشخص اللي بيفقد عمله بعد عدد معين من ساعات العمل تعطي الحكومة up to between 6 من 6 ل 12 شهر بعطوه من 50% الى 70% من راتبه طبعا هو بكون مستقطع من راتبه بس بعطوه اياهم بساعدوه 1940 صار عنا شغلة اسمها old age security للناس الكبار بالسن بعطوهم مبلغ معين بكل شهر اعتقد 600 دولار الان و1927 صار في عنا في كندا او سوري employment insurance 1940 employment insurance 1947 ال old age security وكندا وكباك pension plan اللي هو نظام التقاعد الكندي وكباكي صار في 1965 هاي من الشغلات اللي بيفتخروا فيها وطبعا التعليم المجاني في المدرسة هاي من الشغلات اللي بتفتخر فيها كندا طيب الكندا ونيوزلندا ودول ثانية صارت عندها كتير contribution عالميا ولكن لما صارت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وكندا لما انه كندا هي بين زي الساندوش بين الاتحاد السوفيتي و وامريكا فقررت تنضم لاتحاد الناتو أو التحالف الناتو اللي هو North Atlantic Treaty Organization ومع امريكا عملت شغلة اسمها North American Aerospace Defense Command هاي عشان يساعد اذا لا سمح الله احد الدولتين صار عليها اتاك ولا ما صار اشياء طيب كندا طبعا دخلت مع الامم المتحدة كعضو في الامم المتحدة ودخلت وساعدت في الحرب العالمية في حرب كوريا حكينا في خمس حروب شاركت فيها كندا الحرب العالمية الحرب South African War بعدين الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية حرب كوريا الكوريتين وبعدين حرب أفغانستان الحرب كوريا من خمسين وثلاثة وخمسين لما انفصلت الكوريتين مات حوالي خمسمائة كندي وجرح ألف واحد في هذه الحرب ولكن كندا بعد ذلك لعبت لعب دور مهم جدا كـ UN Peace Keeper يعني الحفظ السلام اللي هي أحد الحافظين السلام في العالم وسووا شغلة بسموها ذوي القبعات الزرقاء اللي هلأ كلهم بلبسوا قبعات زرقاء هاي كنديين سووها كندا لعبت دور مهم في عملية السلام في مصر بعد العدوان الثلاثي عليها وحتى طبعا هذا من خارج المنهج رئيس الوزراء في وقتها بيرسون عمل المعاهدة بين لإنهاء هذه الحرب وحصل على جائزة نوبل السلام بهذاك الوضع طبعا برضو شاركت كندا في عدد كبير من الدول في حفظ السلام مثل قبرص وهايتي ويغوسلافيا وأفغانستان كندا وكبيك دائما بيسألوا كل واحد بيجي على كندا أو بيسمع بكندا شو قصة كندا وكبيك هالفصة يعني من زمان هالكبيك بعتبروا لأنهم اللغة الفرنسية مظلومين وما عندهم حقوقهم الكاملة ففي الستينات ظهرت شغلة اسمها أو الثورة الهادئة وصاروا يطالبوا بالانفصال في سنة 1963 البرلمان قرر أن يسووا مجموعة عشان يدرسوا موضوع البيلينجوليزم اللي هو الدولة ذات اللغتين وفعلا في 1969 صار في عدنا شغلة اسمها اللي هو القانون تبع حماية اللغتين وصارت اللغة الفرنسية والانجليزية اللغتين الأساسيتين في كندا وهما على نفس الدرجة في الحكومة الفيدرالية ليس بحكومة المقاطعات بس بالحكومة الفيدرالية على نفس الدرجة سنة 1970 كندا انضمت لتحالف الفرنكوفونية أو الدول الناطقة باللغة الفرنسية وحتى بعد عدة مرات صارت هي الرئيسة تبعت هذا الاتحاد كبيرك ما سكتوا حتى مع أنه صار عنا طالبوا أنه ينفصلوا فعملوا شغلة اسمها ريفرندوم أو استفتاء للانفصال سنة 1980 والانفصاليين خسروا فيها وبقت كبيرك ما انتحاد الكندي سنة 1982 إذا بتتذكروا وحكينا عليه في الصفحة 8 صفحة 8 كندا رجعت الكنستوشن وصار من حق كندا انها تغير في الدستور بدون الرجوع لبريطانيا ووقعت عليها ملكة بريطانيا هذه الوثيقة سنة 1982 ولكن كبيرك ما كانت موافقة عليها وما كان في تحبيث لها وضلوا هدول الانفصاليين يحاولوا أنهم ينفصلوا وعملوا والثاني الثاني الثاني أو الاستفتاء الثاني سنة 1995 وبرضو خسروا الانفصاليين وبقت كيبيك داخل الاتحاد الكندي طبعا صار في تغيرات في النظام المرأة خدت حقوق أكثر وصار تقدر تشتغل الآسيويين ظلوا منبودين لفترة طويلة آخر ناس سنة 1948 طبعا بعد الحرب العالمية الثانية الجبانيز الناس الجبانيز كنيديا أو الكنديين من أصل ياباني صار يحق لهم التصويت بس في سنة 1948 قبلها ما كان يحق لهم الأبوريجينال بيبول اللي هم السكان الأصليين هون المشكلة شوفوا يا جماعة الأبوريجينال بيبول صار يحق لهم التصويت فقط سنة 1960 شوفوا المذلة كيف كانت واليوم طبعا أي واحد عمره 18 سنة بغض النظر إيش أصلوا بحق له التصويت في كندا إذا هو كندي الجنسي طبعا بيجي ناس كتير على كندا منهم ريفريجي ومنهم قادمين جدد هون في أرقام بيجيوا ناس من هنغاريا من فيتنام من السومال الآن من سوريا ما توقع يسألكوا عن هذا هذه النقاط طيب الملتي كولتشوريزم هاي شغلة مهمة في كندا وموجودة في الدستور اللي هو تعدد الثقافات صارت هاي طبعا لأنه في ناس صار ييجوا كتير وفي الستينات بعد الستينات صار تلت السكان تلت السكان وان ثيرد مش بريطانيين أو فرنسيين قبل ها كانوا معظم الناس من بريطانيا أو فرنسا بعدها صار في ناس ييجوا من آسيا ومن أوروبا ومن كل العالم من أفريقيا طيب ندخل على الثقافة طبعا الثقافة موجودة في أسماء ناس كتير خاصة في الكتابة بالإنجليزي أو بالفرنسي الأسماء هاي يعني طلعوا عليها رجال ونساء هدول الأسماء اللي انتوا شايفينها ما أتوقع إنهم يسألوكوا إياها بس للعلم وطبعا الموسيقيين صار فيه موسيقيين كثار برضو هدول أسماء اللي هم وحصلوا على ميدليات وعلى جوائز عالمية يعني ما أتوقع إنه حدا يسأل عن الأسماء هدول لأنهم كثار طيب الـ Visual Arts هاي نقطة مهمة في شغلة اسمها Group of Seven هدول يعني لازم تحفظ اسمهم اللي هم المجموعة السبع أشخاص رسامين هم برسموا هاي أعتقد أحد اللوحات اللي موجودة هون برسموا لوحات هيك الجميلة ومشهورين كنديين في واحدة اسمها Emily Care هي رسمت شغلات للـ Op Original أو السكان الأصليين مشهورة برضو هدول الشغلات برضو يعني عملوا برضو فن ولوحات هدول الأسماء للـ Inuit يعني ما أتوقع إنهم يسألوك عنهم طيب هادي الجملة مش مهمة الفيلم اندستري طبعا الفيلم خاصة منطقة كيباك لعبة دور كبير في موضوع الفيلم اندستري أو صناعة الأفلام وفي علماء هون برضو هدول الصانعين الأفلام أسماءهم أنا ما أتوقع إنهم يسألوك وإياهم صفحة 26 نحكي عن الرياضة نخلص عند هاي الصفحة 26 هاي مهمة جدا الباسكتبول الباسكتبول اللي اخترعها واحد كندي كان عايش في أمريكا بس هو كندي اسمه جيمس نيسميث وهو من مدينة أصلها ألمونت جنب أوتوا حوالي نص ساعة أوتوا اخترع الباسكتبول كان يدرس في أمريكا سنة 1891 عشان هيك هم يفتخروا بهذا الشيء طبعا الايس هوكي من أحد أهم الرياضات اللي موجودة في كندا ودائما كندا يعني بتلعب على النهائيات عليه مش دائما بفوزوا بس بلعبوا على النهائيات هدول أسماء ناس برضو أخذوا جوائز بس هذه المهمة في واحد اسمه وين غريتسكي أعتقد هو أصله بولندي أو روسي كان أفضل أفضل لاعب هوكي في كل التاريخ لعب في أدمنتون من 79 إلى 88 وهي صورته هون اللي بحب يشوفها هدول الأسماء هذا يدني مع تيري فوكس لازم نعرف عنه وهذا مهم جدا هو من بريتش كولومبيا صار معه كانسر في أحد أقدامه قدمه للاعتقد اليمين وقطعوا له إياها وعمره كان 18 سنة هو رياضي بشكل عام فقرر أنه يعمل ماراثون من أقصى شرق كندا إلى أقصى الغرب وبدأ فعلا يركض عشان يجمع فلوس للكانسر ريسيرج عشان الناس تقدر من قبل حوالي 35 سنة هذا الحكي وبيعتبروه الكنديين The Canadian Hero يعني هو بطل قومي فعلا قصته لما تسمعها قصة ملهمة جدا له كل الإحترام هذا هو مش بينهم صورته رجله اللي ما أطعواه حطوا له رجل صناعية ومشى على الرجل الصناعية لا أعتقد منتوبا وتوفى هناك لرجع السلطان انتشر في جسمه وما قدر يكمل الماراثون هذا في الخمس وثمانين في الخمس وثمانين بعد خمسة سنين منه في واحد من بريتش كولومبيا برضو اسمه ريك هانسون عمل سيركل الضغلوب ويعتقد هذا هو وعمل فند ل العمود الفقري لأمراض العمود الفقر هذه صفحة احنا ستة وعشرين يا جما طيب الكنديين صار عندهم أدبانس كتير في الساينس والريسيرتش وهذه المعروفين فيها لكن سنة ألف وتسعمية و تسعة وتمانين في شغلة مهمة جدا كنيديين سبيس ايجنسي و كنيديين أسترونون بدعوا يدخلوا في الفضاء وعملوا شغلة اسمها كندا آرم كندا آرم أو يد كندا وهاي تعتبر من الشغلات المهمة أورجيك صورتها يس اعتقد في الصفحة اللي بعدها بس عشان تفهموا شه هي كندا آرم أو مش موجودة هون في الكتاب موجودة اللي عبارة عن يد إلكترونية مصنعة تنقل بين محطات الفضاء وبالسبيس هاي تنقل الشغلات بين المحطات فهاي مهمة جدا للفضاء طيب هدول الساينتست أسماءهم هدول حصلوا على نوبل برايس بالساينس وبشغلات ثانية فهدول أسماء يعني طلعوا عليها مش مهم جدا إنكم تحفظوها طيب آخر شغلة في شغلة اسمها كنيديم فوتبول هاي اللي انتو شايفينها هون كنيديم فوتبول بيختلف عن الامريكان فوتبول وبختلف عن السوكر تبع العالم كله اللي احنا بنسميه فوتبول في دولنا كنيديم فوتبول قريب كتير على الامريكان فوتبول بس بيختلف شوي فهو بقولك فيه شغلات ديفرنت على الامريكان فوتبول وفيه عندنا ليج اسمه كنيديم فوتبول ليج اللي هو آآ سي اف ال كندا فوتبول ليج و بلعبوا على شغلة اسمها غري كوب غري اللي هو كان غورنر جيلرال أو الحاكم العام سنة ألف تعمية وتسعة آآ بدي أتوقف معكم بهذه الصفحة وغدا هنشوفكم إن شاء الله في الصفحة اللي بعدها اللي هي 27 نتحدث عن بعض العلماء ونكمل معكم شكراً لكم جزيلاً على متابعتكم أعتذر عن البداية ولكن إن شاء الله نراكم غداً في حلقة أخرى وسلام عليكم شكراً لكم